بيبدأ الفيلم مع ليسة اللي بتحكيننا عن العلاقات واسنينها والعيشة اللي عايشينها وبتقول لنا ان الواحد بيفضل طول عمره بيدور على المنايل اللي اسم الحب في كل مكان لكنه ما بيلاقيهوش الا مرة واحدة في حياته ما حد ما كانش يتوقعه وكان بيشتمه اصلا وبنشوفه هي مع حبيبها جيم على مركب وعايشين مبسوطين لكنها قررت تنكد عليه فجأة وتسأله انت هتتجوزني امتى ونخلف بقى ويبقى عندنا اطفال زي هايدي بنت خالتي كده فبيقول لها يا بنتي ما احنا عايشين وبنلف العالم كله اهو ومبسوطين جاوز ايه وبتاع ايه دلوقتي فوقك من هرمونات النكد اللي بتهب عليك فجأة دي فبتقول له احنا لازم نفركش ناو عشان انا عايزة عيش بالحلاو وبتعدي فترة كده وبنشوف ان ليسة فعزة جدتها قومي وبتيجي صديقتها بو جزها سعيدة علشان يعزوها وبتقول لها بو ان قومي كانت زي جدتها بالضبط وكانت بتحبها عشان كده جمعت كل صورها على فلاشة وحطت عليها مزيكة حزينة علشان تشغلها وتقلب المكان كله عياط ومشاعر نكة فياضة بعدها بيوصلوا صحاب ليسة المقربين انجلا وكاكي وبيعزوها هم كمان وكاكي بتقول لها حبيبتي بوسي ان عارفة ان ده مش وقته خالص وان في باد نيوز بس انا بقى جايبا لكوا بود نيوز انا هتجوز يا بنات وليسة بتنسى العزة خالص وبتقول لها بيت هزاري وبتكون فرحانة ان قصي على واحدة في صحابها ربنا هداها وهتتجوز بعدها بتوصل واحدة اسمها سيندي وبتقول لنا ليسة ان سيندي زي كل البنات كانت عايزة تحب وتتجوز بس ما شاء الله مشت بمبدأ اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش وحبت جوزي جاك عشان كده احنا اتطلقنا وهم تجوزوا عادي جدا وهي دلوقتي حامل وقربت تولد وبتحكي لنا عن جاك طالقها ان ده واحد واطي واناني وقال لي عبستك ازاي وانتي مش بستاني لانه ما بيفكرش غير في مصلحته واي حد غيره يعاني بعد كده بنشوف سعيد جوز بو وهو واقف بيصور التابوت بتاع اومي بمنتهى اللي مبلالة في الدنيا ولما بتيجي بو تقول له يجي شغل الفلاشة اللي عليها صور اومي بيتوتر وبيخاف انها تزعق له وبيوقع الموبايل جوه التابوت وبيروح علشان يشغل الفلاشة لكنها بيكون فيها فيديو لسعيد وبو فكانهم رح رحين حابتين وطبعا الناس كلها بتفضل تضحك والموضوع بيبقى مضحك جدا فبيرجع سعيد يوعد مع الناس تاني وهو مكسوف ومش عارف يعمل ايه وعشان الموضوع يكمل بقى تليفونه بيرن والصوت بيكون جاي من جوه التابوت فبيقوم يقول لهم ما تقلقوش يا جماعة ده اكيد تليفون من العالم الاخر وبيضحك ضحكة سخيفة على الافيس سخيف ولما بيقوم يجيب التليفون بيوقع التابوت على الارض وبيخرب الدنيا بعدها بيخرجوا كلهم علشان يمشوا وجاج بيروح يكلم ليسا وبيقول لها بصي هو البقاء لله وكل حاجة طبعا وانا مقدر الظروف اللي انت فيها بس معلش عايزك ترمي حكتك اللي في البيت عشان انا هبيعه اخر الشهر ده وبيثبت انه فعلا واطي وهي ما كتبتش بعدها بيجي نواة اللي هو بالعرب ينوح علشان المحنكين يعني وبيروح يعز ليسا وبيجوا صحابها كيكي وانجيلا يقفوا معاهم وبيقول لهم نوح انه عنده بيت فخم في إبيزة وبيعرض على ليسا انها تروح تقعد هناك علشان تغير جوه وتخرج من الحزن اللي هي فيه وكيكي بتفضل تتحيل عليها توافق وبتقول لها انا هقضي حفل التوزيع العزوبية هناك وانجيلا كمان هتروح معانا وبنشوف بعد كده سعيد لما بيرجع البيت وبتكون بو قفش عليه وبتقول له انا تعبت منك ومن هبلك ده عشان كده احنا لازم نتطلق وهو بيحاول يقول لها انه هيكون احسن الفترة اللي جاية لكنها بتكون مصممة فبيسابها وبيروح يقعد عند جاك لانهم اصدقاء مقربين هما الاتنين بعد كده بنشوف التلاتة ليسا وانجيلا وكيكي لما بيوصلوا عند نوح في الجزيرة وبعدها بيطلعوا على الشاطئ هما التلاتة وبتروح كيكي تتعرف على صاحب الاردغانا اللي اسمه خفير وبتزبط معاه انها هتخلي انجيلا هي لتجيب المشروبات علشان تتعرف عليه وبعدها بترجع على الترابيزة وبتقول لانجيلا تروح تجيب هي الطلبات وفعلا بتروح انجيلا وبتتعرف على خفير وفي الوقت ده بيجي نوح وبياخد ليسا وبيقوم ويرقصه هما الاتنين وبيكونوا مبسطين وهو بيقول لها قال ايه انه بيحبها من زمان وهي كمان بتقول له قال ايه تخيل سبحان الله انا كمان بحبك من زمان لكنها لما بتنسى انها كانت عايزة تعيش بالحلاو وبتيجي تقرب منه رجلها بتتزحلق من على الصخرة اللي وقف عليها وبتقع في المياه وبتتبهدل ومن الناحية التانية بنشوف جاك وهو بيشتري مستلزمات الولادة مع مونيكا ايوا هي مونيكا مش مراته ساندي وبالمناسبة مونيكا هي كمان حابل في نفس الشهر اللي فيه ساندي وعشان جاك راجل معطاء وعنده عدل فبعد ما بيخلص مع مونيكا بيروحها الدكتور علشان يطمن على ساندي وبعد ما بيخلصوا بيرجعوا على البيت وبيلاقوا سعيد قاعد بعد كده بنروح لبو وهي قاعدة بتتفرج على أغنية من الأغاني الرخيصة بتاعت ميلودي تتحدى الملل وبتقول المساعد بتاعها انا مستحيل اشتغل مع الاسمه ماكس ده انت مش شايف طريقة الأغنية بتاعته عاملة ازاي ده اكيد واحد ما عندوش بجنيه وربع موهبة اساسا لكن ماكس بيكون لسه واصل وبيسمعها وبيقول لها ان اللي مش عاجبك ده معدل لاربعين مليون مشاهدة على اليوتيوب عقبالنا يا رب طبعا ان شاء الله وكمان أغاني مكسرة الدنيا وسط الشباب فبتقوم بوب بتقوله انت ملك قفوش كده ليه مكوس يا حبيبي هشتغل معاك طبعا وهبقى أفضل مديرة أعمال اشتغلت معاها وهوصلك للعالمية كمان وفعلا بيبدأوا شغل وبوب بتوريلوا فيديو ليه معروض على شاشة كبيرة في المدينة وبتقوله ان دي بس البداية فبيشكرها ماكس وبيكون فرحان جدا وبيحاول يقرم منها لكنها بتزقه وبتقوله أنا متجوزة بس المشكلة ان فيه صحفي صعباني بيصورهم هم اللي اتنين وبينشر الصور لأ ثانية بس هي الناس بتقرب لبعض بالسبح للا دي ازاي مش فهمة المهم بعدها بنرجع للجزيرة مرة تانية وبنشوف ليسا وأنجلا وكيكي وهم عايشين حياتهم مبسوطين ولما بيرجعوا بيشوفوا ان خفير قاعد معايا واحدة ستة كبيرة وقاعد يدلعها ويأكلها في بقاها فبتقولهم أنجلا شايفين الواد البار بأمه جايبها لحد هنا وبيأكلها والله الدنيا لسه بخير فبتقول لها كيكي اتنيالي مش خفير طلع شغال في احتساء الشاي مع المزز اللي في سن الضياع وطبعا أنجلا بتتدايق وبتقول انها مش هتعبره تاني بعد كده بنروح لسندي وهي رايحة تشتري حاجات للبيبي وبتقابل هناك مونيكا بالصدفة والليتين بيتعرفوا على بعض لما بيلاقوا نفسهم في نفس المرحلة من الحمل وبيشتروا من نفس المحل وطبعا جاك أول ما بيشوف كده بيجري يستخبأ وسعيد بيقوله ما لك يا ابني في ايه فبيحكي له على كل حاجة وسعيد بيفضل يشتن فيه وبيقوله انت هتضيع سندي من ايدك وانت على طول بتفكر في نفسك والحاجات دي يعني فبيقوله مش وقت مواعز يا عم شوف بقى هتخرجني من الموضوع ده ازاي فبيروح سعيد يشغل سندي لحد ما بيعرف جاك يمشي وبيرجع تاني لما مونيكا بتمشي بعدها بيرجع جاك مع سندي عالبيت وبتقوله انها نفسها تحس انه موجود في حياتها ويعمل معها قضة الاطفال ويفكر معها هيجيبوا مغات منين ويعملوا سبوع فين وحاجات الابهات دي يعني وبتقوله انت حتى ما بترداش تحضر معايا دروس الحمل وجاك بيقول لها انا مش فاضي للتفهات دي وبيسيبها ويمشي وبينزل يشوف سعيد قاعد لوحده بيكون متدايق فبيقرر يدايقه اكتر وبيقوله يا عم انساها بقى كده كده بو عرفت واحد تاني خلاص حتى بص الصور دي وبيوريله صورها مع ماكس وطبعا سعيد بيتدايق وبيكون مش عارف يعمل ايه بعدها سندي بتقوله انت لازم تحارب عشان بو ما تستسلمش اي يعني شفت صورها مع واحد وبتاخد الموبايل من ايده وبتبعت رسالة لبو على انها سعيد وبتقول لها احنا محتاجين نروح لاستشارية علاقات زوجية وكمان بتستدرك بو انها تيجي عندها البيت وبتخليها تشوف سعيد وبتسيبهم مع بعض شوية وبيقرروا يروحوا للدكتورة فعلا علشان يحسنوا علاقتهم ببعض بعد كده بنروح لليسا وهي رايحة للشيخة ارواح وبتشتكلها انها عندها مشكلة انها لسه مش قادرة تنسى جمه وبتحبه ومش عارفة كمان ترفض نوح وبتحبه برضو فبتقول لها الشيخة ارواح اعملي الصح وبتاخد منها 200 يورو وبتمشيها بس كده ولما بيرجعوا بيكون جم لسه واصل على الجزيرة بعد ما شاف الصور بتاعتهم على الانستجرام وعرفهم ما فين وبيقول ليسا انه حاول يتصل بها كتير وهي مردتش عليه فبتقوله ان كل اللي بينهم انتهى وهي مش عايزة تعرفه تاني وبتسيبه وتقوم لكن بعدها بتفضل تتمشى لوحدها وكل ما توقف عربية محدش بيرضى يقف لها فبتقرر انها تتصل بجم قال ايه عشان يوصلها يعني وفعلا جم بيجي وبيقول لها انا كنت واثق انك هتكلميني وبيقول لها ديو لاف مي فبتقول له يا عم ما هو باينه ديو ديو طبعا وبيرجعوا لبعض هما الاتنين بعدها بيوصلوا عند البيت بتاع نوح لكن لما بتدخل بيكون نوح محضر لها مفاجأة وصارف ومكلف ونفخ بلالين ولما بيقرب منها بتتفاجئ ان جم جاء علشان يديها الشنطة بتاعتها لنسيتها في العربية وبيتفاجئ وبيقول لها ده انتي طلعتي صايعا وبينزل وبيمشي بعدها بيحضروا ليسا وكاكي وأنجلا حفلة رقصة كلها مشروبات استغفر الله العظيم يعني وأنجلا بتقابل هناك خفير وبتقفش عليه وبتسيب الحفلة وتمشي فبيمشي وراها وبيقول لها انه ارتح لها جدا وحاسس انه هيتوب على قديها فبتتدايق منه وبتقول له انت عملي فيها فشار ميالة بتشقص الستات الكبر اللي من روسيا عشان تسافر معاهم فبيقول لها انه عنده ديون كثير على الاردغانة بتاعته وهو لازم يعمل كده علشان يعرف يصرف عليها ومتتقفلش فبتقول له بص انا مش مقتنعة باللي انت بتقوله ده واكيد بتعمل كده بمزاجك فبيتدايق وبيروح يشرب كاس كل المقاسي طلعت مقاسي وبيعود يحزل لوحده شوية لكن بتقابله كيكي وبتقول له مالك هو احنا في عزة ولا ايه فبيقول لها ان انجلة افشى عليه فبتقوله انها ما كانتش تعرف ان الموضوع هيتحول بينهم لحب لكن دلوقت لما تحول فهي هتساعدهم ويا بخت من وفق راسين في الحلالة طبعا وفي الوقت ده بتكون انجلة خارجة من الحفلة وهي مش في وعياها وبتروح على عربية شباب وبتقول لهم ما توصلوني لحد البيت عشان مش لقي تاكسي يا شباب لكن بتيجي الشرطة وبتقبض عليها عشان فاكريني انها شغلة في الاستخفى الله العظيم يعني لأ وقال يعني المدينة كلها نظيفة وهم اصلا نزلين جزيرة يا جوجو وما جوج المهم ان انا بنشوف في الوقت ده ليسا وهي وقفة مع نوح وبتقول له انا مهزقة ومش قادرة انسى جيم ولسه بحبه على الرغم انه مش عايز يتجوزني وانت حد جميل وكيوت واي بنت تتمنىك وتاني يوم الصبح بنشوف جيم وهو ماشي على الشاطئ وبيقابل خفير وكيكي وبيكون هما الاتنين نايمين على الراملة فبيستغرب هما بيعملوا ايه هنا فبتقول له كيكي انا مش فاكرة اي حاجة لان شربت شويبسة انا ناس كتير فبيقول لها تيجي معايا علشان يشوف لها حاجة تفوقها وبعدها بتروح الشرطة عند نوح وبتسأله لو كان يعرف انجلا ولا لأ فبيقول لهم انها نزيلة عنده هنا وبياخدها منهم وهي بتفضل تشكر فيه وبتدخل انجلا تسلم على ليسا وبتسألها على كيكي فبيتقول لها انا كنت فاكرها معاك والتانية بتقول لها انا اللي كنت فاكرها معاك لكنهم بيتكلموا بتوصل كيكي ومعها خفير وبتسلم عليهم وبتقول لهم ان جيم هو اللي جابها لحد هنا لكنه رفض يدخل وخفير بيفضل يتكلم مع انجلا وبيقول لها انه خلاص هيتوب ومش هيعمل كده تاني وهيحاول يلاقي طريقة يصرف بيها على الاردغانة بتاعته وانجلا بتقوله انها هتساعده في الموضوع ده وليسا لما بتعرف ان جيم برا بتخرج بسرعة علشان تجري وراه لكنه بيسيبها ويمشي وهي بتفضل تنادي عليه لكنه ما بيردش ومن الناحية التانية بنشوف جاك بعد ما قرر اخيرا انه يروح مع امراته ساندي واحد من دروس الحمل وبيكون درس استجمام وتنفس ويوجة وحاجات كده وهناك بيقابل مونيكا بالصدفة لأ وقال ايه سيدني بتعرفه على مونيكا وبتقوله ساعدها يا حرام جزها ما جاش معها التدريب وهو بيروح يساعدها ومونيكا بتفضل تيسرخ وبتقوله غر من ويشي بدل ما ابتحك بحاجة والمدربة بتقول لها في حاجة يا مدام ولا ايه فبيقول لها جاك لأ دي هرمونات الحمل بس ما فيش حاجة وبعد ما بيخلصوا بيروح جاك لساندي وبيقول لها انه هيساعد مونيكا في شيل الشنط عشان يا حرام جزها ما جاش برضو معاها وبيفضل يقول لي مونيكا هفهمك والله ايه دي بس علي وهشرح لك كل حاجة بعدين ومن وقتها بقى وكل حاجة بتتغير وجين بيروح شغله في المستشفى تاني وما بيردش على ليسا وجاك بيروح لمونيكا وبتقوله انها هتربي ابنهم لوحدها لانها مش عايز ابنها يطلع يلاقي ابو واطي وسعيد بيحاول يصلح حلاقته ببو لكنها بتكون مش طيقه برضو وكيكي بتروح لجوني اللي فرحهم كمان كام يوم وبتقوله انا بحبك وعايز اعيش معاك وكل حاجة بس مش لدرجة ان احنا نتجوز دلوقتي يعني انا مش مستعدة خالص بصراحة وهو بيقول لها عايزي حبابتي طالما هنفضل عايشين مع بعض يبقى السوط بعد كده بنشوف سعيد وهو بيحاول بكل الطرق انه يصالح ابو لحد ما بيتوافق انهم يتقابلوا عشان الولاد ويشوفوا بعد كده ايه اللي هيتم وفي الوقت ده بييجي ماكس للبيت عند ابو علشان يعتذر من اللي حصل منه واللي الصحافة نشرته وسعيد بيكون متضايق وعمالي رخم عليه لحد ما بتطلب منه ابو انه يقدم له حاجة يأكلها عشان هو وظيف فبيقدم له ساندويتش بيكون فيه صلصة محار وماكسي بيكون عنده حساسية من المحار فبيتعب وبيوده على المستشفى وفي الوقت ده بتكون ليس عند قبر جدتها وبتقابل جاك هناك وبيقول لها انه تغير وقرر يكتب لها البيت باسمها علشان تفضل عايشة فيه وبيطلب منها يتقابلوا عند المحامي كمان شوية لكن بعد ما بيمشي بيجي له تريفون من مونيك انها بتولد وراحت المستشفى دلوقتي وعلى طول بيجري جاك على هناك علشان يبقى معاها وبعد شوية بتتقابل ليسا مع سندي عند المحامي وبتقول لها اهلا خطفت الرجالة جوزك مجاش ليه فبتقول لها مش عارف هي ممكن شوية وجاي لكن فجأة بتلاقي نفسها بتولد هي كمان فبتاخدها ليسا بسرعة على المستشفى وطبعا انتو عارفين انها نفس المستشفى اللي بتولد فيها مونيكا واللي برضو نفس المستشفى اللي فيها سعيد وبو ماكس وهناك بيتقابل سعيد مع جاك وبيقول له ابو سئدك وقف جنبي مونيكا وسندي اللي اتنين بيولدوا دلوقتي فبيروح سعيد يقف مع مونيكا وجاك بيجري على سندي وبيقابل ليسا هناك وبعد شوية بيدخل سعيد وهو بيزوق السرير اللي عليه مونيكا علشان اللي اتنين طلعوا هيعودوا في نفس القوضة وعشان تكمل بقى فبيدخل الدكتور اللي مسؤول عنهم هما اللي اتنين واللي هو مين؟ جيم وبيتجمع الفيلم كله في قوضة واحدة ولما جيم بيسأل مونيكا وبيقول لها مين الاب؟ فبيرد جاك وبيقول سعيد فبتقول له بو لا والله يعني انت بتخني كمان؟ فبيقول سعيد يا جاك بقولك الحاجات دي ما فيهاش خزار اتكلم فبيقرر جاك انه يتكلم اخيرا وبيقول لساندي ومونيكا على كل حاجة وبعد شوية بتولد مونيكا وساندي وجاك بيكون فرحان وبيروح يقف قدام الطفلين وبيقول لهم انا ما كنتش زوج صالح لكن هحاول اكون قبضي صالح لكم انتو الاتنين وبو بتقرر انها ترجع لسعيد وبتقول له ان وقفت الرجول اللي عملها من شوية دي كبرته في نظرها وكمان هو حاول يرجع لها بكل الطرق وهي حبة الموضوع ده اما ليسا بقى فبتتكلم مع جامو وبتقول له انا لسه بحبك وسبت نوح عشانك فبيقول لها ان هو كمان بيحبها بس دلوقتي ما بقاش ينفع يبقى معاها لانه عايز يركز في شغله فبتمشي ليسا وهي زعلانة وبتقرر انها تسيب المدينة وتروح تغير جاوه في اي حتة لكنها لما بتوصل بتتفاجئ ان جام جنبها وبيقول لها انه قرر ياخد اجازة ويقضي الوقت معاها لانه لسه بيحبها وبيسألها دو يو لوف مي فبتقول له طبعا دو يو دو يو والحكمة بقى اللي احنا طلعنا بها من ام الموال البمي المساخسخ ده قوم يا بت خذ اللي على الله حكايته اللي زي سعيد لان ده هيحبك بجد وهيسعدك بالتأكيد اما اللي زي جاك الكذاب ده تهربي منه وتقفلي الباب لانه هيخلي حياتك عذاب وشكرا يا فندم